بسم الله الرحمن الرحيم طلبت سنة ثالثة اتصالات المعهد العالي لهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس هذه المحاضرة رقم 4 على النت بخصوص الانتنة واتكلمنا المرة اللي فاتت عن الديبول واتكلمنا النهاردة نكمل مع بعض الحياة المفروض بعد المونوبول توقفت عشان خاطر نوضح شوية عن موضوع الامج الامج دي نتيجة الرفلكشنز معنى ان لو كان عندي انتنة دايبول او اتفار موجودة على سطح الارض يعني او عند كوندكتور فيبقى زي ما احنا شايفين بيبقى لها امج نتيجة الانعكاسات بتاعة المديم او الكندكتور الجود كوندكتور بالشكل ده بمعنى انه لو كان السهم الاحمر ليه الامج بتاعته الورزونتل الورزونتل بيبقى العكس ما احنا شايفين المايل بيبقى بردك والحقيقة نظرية لانعكاسات الامج سيوري عفوا معنى انا اخذ مثال لحقيقة موجود على ارتفاع من الارض والامج بتاعته بتبع على ارتفاع بالسالب الورزونتل الورزونتل نأخذ عنده نقطة انعكاس فيه نقطة مباشرة اللي هي P1 والP2 اللي هي فوق سطح الارض والنقطة اللي على سطح الارض اللي انا حاطت عليها النقطة الانعكاسات لو بتيجي تحلل الشعاع الساقط والمرتد بتجد ان الافق يبلاشي بعضه المركبات الافقية واللي بيبقى عندنا المركبات الراسية الخلاصة اللي عايز اقوله البرفكت الكندكتور البرفكت الالكتروكندكتور يعني ان الدايبول بتبع الامل البرتكل بيبقى البرتكل الافقي بيبقى العكس بتاعه وكذلك بالنسبة لي الماجنيتك دايبول هي الرسومات يعني موضحة طيب وده هيفيدني في ايه؟ خلي بالحضر دي نتيجة الانعكاسات الامج دي نتيجة الانعكاس يعني احنا ما بنقوله ان لما يبقى فيه دي كده تبقى طب افرض السطح مش كوندكتور يبقى مفيش يفرض السطح أبسوربر أبسوربر يمتص الموجات يبقى مفيش انعكاس بالتأكيد وبالتالي مش هيبقى فيه هواتز مونوبول انتنة الغرض من موضوع الانعكاس او نظرية الانعكاس اللي انا بقولها اللي انا عايز اوصل منها للموضوع المونوبول انتنة ايه المونوبول انتنة احنا قدام مننا هوات مونوبول طول بتاعه مثلا فوق سطح الارض هو على بيرفكت اليكترو كوندكتور والطول بتاعه ايه طيب وبعدين المغزي بتاعه بيبقى في الطرف بتاع المونوبول طيب لازم يبقى فيه طرفين طيب الطرف التاني انت هتغذيب ايه هتغذيب طيار واحد بتاع ده طيار فردة واحدة لا احنا عندنا نقول عليها بالتأكيد فيه طرفين الطرف الاولاني بتوصل بالمونوبول نقول عليها نص مزدوج القطبية مزدوج القطبية زي ما قلنا احنا هو بيتغذة من السنتر بتاعه فيه طرفين او فيه جزئين مثلا لو كان هو لمضة على اثنين يبقى فيه لمضة على اربعة ولمضة على اربعة والتغذية بتدخل من النص المونوبول المونوبول اللي قدام من طوله بيبقى التغذية بتاعته من الطرف بتاعه وفي الطرف التاني بتاع التغذية من اي انتنة جماعة لها طرفين عشان نغذيها الطرف التاني بتاع المونوبول بيتوصل بالكندكتور بالأرض طيب تمام طيب وبعدين فبنقول ان المونوبول ده اكويفلنت يكافئ انتنة طولها اثنين ال يعني لو عندي لمضة على اربعة مونوبول ده هيكافئ مين هيكافئ لمضة على اثنين دايبول خلاص الكلام ده كاتبه وكاتبه طيب ده يفيدني فيه بردك في الاشعاع اه هو عشان كده انا جايب وقايل ايه هي why the impedance of monopole antenna is one half of that of full dipole الرadiation زي ما قلنا بتقريبا نفس نفس الرadiation pattern ومنوبول antenna about the ground plane are also known from dipole antenna ده خلاص نموكن طيب the only change ايه الفرق اللي بين الاثنين that the change اللي هو انحنا needs to be noted is that the impedance of monopole antenna is one half of that of full dipole طيب بس بعد ما هتكلم عن the impedance of monopole the impedance of monopole the impedance of monopole اولا احنا بنغذي المونوبول ازاي جماعة الdypole بنغذيه بالفردتين داخلين على اللمضة على 4 واللمضة على 4 طيب واللمضة على 4 منوبول قلنا بنغذي بنغذي بنحط طرف على الحي على المونوبول والطرف الثاني على الأرض تمام يبقى كده بالتأكيد هيبقى فيه هيبقى فيه هيبقى فيه زائد V على 2 ونقص V على 2 بالتأكيد مش هيبقى فيه النقص V على 2 اللي احنا بنحطها على الdypole طيب وده بيديني ايه تأثر بقى على Z المبدنس بتاعته بتبقى V I على 2 وازالك المبدنس بتاعت المونوبول بتبقى half النص بتاعت الdypole البدنس بتاعت الdypole المبدنس بتاعت الdypole بتسوي كم؟ زائد 42 تقريبا Aum زائد J 43 النص بتاعها هو اللي احنا شايفينه هذا Z بتسوي 36 ونص اللي هي الجزء الريال وجزء الريال 21 وربع أوم تقريبا ليه؟ عشان خطر زي ما قلنا التوصيل العملية بتاعته. طيب ايه الديفرنس بتاع في الدياركتيفتي بتاع المونوبول of lens L and that of dipole 2L. الدياركتيفتي شكلها ايه? الدياركتيفتي بتاعت المونوبول الانتنة related للديبول. الدياركتيفتي بتاعت الديبول دياركتيفتي بتاعة الدياركتيفتي بتاعت المونوبول اينتنة بتاعت الدياركتيفتي بتاعت المونوبول culte 2L وال puck for the ball here. ال الدياركتيفتي بتاعت المونوبول aborting При drapoli the promised لماذا؟ لأن الانت українية الاستثمرار لنص وهذا علن courieran sachية قلعة لنص الانترニاررالي في المنون بالدوجه 200 دائثر لماذا؟ لكما الجراء الانت Lang entre skip الاستمرار نص blonde بين إدارة ال statCC لأن العثور عن طريقة وكذلك تضعفت لأن النور يحدث تضعفت لأن النور يحدث لأن النور يحدث كله في سطح الأرض والمونوبول يحدث منه للأرض بالتأكيد الفرق هو نقول عليه بسبب لا تضعفت بسبب لأن النور يحدث بسبب الرضيشة بالتأكيد 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 الطرف الحي اللي يحب نغذي على أنتنا وطرف المغزين يدخل على المونوبول اللي المغزين لما الآنة والطرف التنوي بتاع التخزية بيبقى موصل فينا يا جماعة موصل بالارض اهو قدام مني نوم اللي على المحور ووي ده اه يبقى الارض طيب فين الارض يعني انت بتقول لنا كده على الرسمة لا هيبقى الشاسية بتاع المنول عليها التوصيل العملية اللي انت عملها منت هتوقف هتثبت الديبول ازاي ايا كان ديبول او او مونوبول هتبتثبت الانتنة ازاي اكيد فيه بناء تمام فبنقول ان الارضي بتاع السيستم بتوصل به الطرف الحاية وبطرف الارضي الزائد والناقص يعني بتوصل الناقص بالشاسية وتوصل الزائد بالطرف بتاع المونوبول كده تبقى انت عملت ووسلت التوصيل اللي قدامك دي اللي احنا المكتوب عليها شكل ايه اللمضة على اربعة مونوبول انفيني نايت ديالكتريك كوندكتور مش هنقول بقى ان احنا هنوصل في المقاشر المشارشرة الارضي المشارشرة توصل بها لا انا بفهمك هو عمليا انا بفهمني عمليا ازاي انه وانت سواء انت لما بتبقى عندك بورج تمام وعايز ثبت عليه مونوبول بورج اتصالات والمونوبول ده طوله لامضة على اربعة طيب الكابل اللي جاي اللي عايز يغزي الفيد اللي عايز يغزي الترانسيميشال لايم اللي جاي اللي بيغزي المونوبول اه الانر كوندكتور بتاعه بتوصله بالمونوبول على طول اللي هو الساعة الرسمة اللي قدام مننا دي اللي هي مكتوبة على الامضة على اربعة منوبول طيب والطرف الاكستيرنال اللي نقول عليها الاكستيرنال كوندكتور الموصل الخارجي بتاع الكو اكسيال بيتوصل بالشاسية بتاع الجسم بتاعك بتاع الأرضي بتاع نقول عليها الطاور بتاعه وتفر السيسم اللي انت بتثبت عليه المونوبول خلاص يعني اتكلمت كتير طيب وده بقى المكافئ هو لمضة على اربعة ولمضة على اربعة ده المكافئ بتاع المونوبول احنا بنقول عليه المونوبول يكافئ لمضة على اربعة يكافئ لمضة على اتنين دايبول خلاص طيب ده نوع من انواع الاتصالات من نوع انواع انتنا الاتصالات وده هتجده موجود دايما في اه على الاباراج بتاعة السنترالات برج الاتصالات يعني هتجد فيه انتنة بتغزى من النص وهي سلك اللي بتغزى من النص ده معروف انه ده دايبول واللي بتغزى من الطرف بتاعه ده منوبول الدش معروف خلاص بقلية الطرفين بتاعه بيدخله طبعا لما نيجي بإذن الله عندي دش هكلمك النوع الثاني من انواع الانتنة اللي هي اللوب انتنة اللوب انتنة هي برضك ده يتخذ على هوائي الانتنة هي منوع من انواع الواير انتنة زي المونوبول زي الدايبول ولكن الحقيقة المونوبول ده بيكافئ اللوب انتنة زي ما هكلمك بعد شوية اللوب انتنة هي عبارة عن هوائي العروة او الحلقة سلك طيب واللوب ده شكله ايه بتاخد اشكال كتيرة بتاخد الرومبك بتاخد اللوب مستطيلة اللوب دائرية اللوب قلب حسب التشكيل اللي انت عايز تعمله حسب التطبيق الكلاس و العروة الكبيرة يتبقى معي لمضا و قلنا لمضا هي الوبراتينج فريكنسي الوبراتينج فريكنسي يأتي كما يساوي كما سي على لمضا سي سرعة الضوء 3x10 x 10 سنتمتر على الثانية على لمضا و اذا عرفت الفريكنسي يبقى على طول تعرف لمضا فنقول تجاوزا ان لمضا هي الوبراتينج فريكنسي أي طبعا الوبراتينج ويف لنسي عشان يبقى الكلام دقيق الوبراتينج ويف لنسي و محطوط هوت الهي فريكنسي و الهي فريكنسي و نقول عليها الالتر هي فريكنسي كل دي طبعا بتقاس بالميجا هيرس الفرق what are different forms of loop الـ different زي ما قلت لحضراتكم ان ادي مسلس العروة مسلسية و عروة رومبك هو معين و عروة و عروة مصر مربعة و فيه كمان اوطن جايب العروة الدائرية circular و Rectangular هل هي لفة واحدة ولا عدة لفات الرسمة اللي قدام من هنا دي على يمين عدة لفات و عدة لفات بتتوقف عليها بتوقف على انت عايز الرديشن باترنة دي دي حقيقة ان كنت حاطة العروة او الانتنة في الـ vertical زي ما احنا شايفين كده اللي على يمين دي مالها هيبقى الرديشن باترنة بتاعها في اتجاه ازاي اهو في اتجاه اللي فوق طالما هي رأسية يبقى الـ polarization بتاع vertical ويبقى radiation pattern بتاع اللي احنا شايفينه ده اللي على الشمال ده طيب وبتبقى دي ازاي بيبقى الماكسما رديشن بيبقى في اتجاه السهم اللي انا عامله ده بيبقى عمودي على اللي نقول عليها الاتجاه بتاع الـ vertical يبقى عمودي عليه يبقى هوريزونت احنا طبعا ده الرسمة دي معمولة ليه معمولة دي تكافئ تقريبا العروة بنقول ان هي تكافئ زي بالزبط بتاعت vertical dipole الرسمة radiation pattern بتاعها طيب ولو اتحطت وانحطت لكل اسهم عشان خطري بيبقى بالرسمة هوري تيو كان سيو كان اندرستان ان كانت العروة افقية الرسمة اللي الحلقة يعني ان كانت افقية هو الرسمة اللي على الشمال دي يبقى radiation pattern بتاعها ازاي هدين يشايف هدين اتجاه الاشعاع اوفقي طيب وانكانتها رأسية اللي على اليمين بقى يبقى radiation pattern بتاعها بيبقى رأسي رأسي زي رأسي عمودي على اتجاه انتشار الموجة كل ده بنقول رأسي اوفقي قياسا على مين على اتجاه انتشار الموجة او اتجاه البروباجيشن اتجاه الرحيل خلاص كده تقريبا يبقى مررنا على المونوبول والدايبول والعروة وبإذن الله المرة اللي جاية او المحاضرة اللي جاية قريبا هنتكلم شوية عشان خاطر ناخد شوية assignment يا جماعة لان حتى الان انا ما عملتش ولا assignment فهحطو لكم اتنين assignment اسئلة وبعدين بإذن الله اقولوكم الاجابة بس لما نشايك الاول ايه اللي انتو فكرتوا فيها او ايه اللي انتو عملتوه شكرا اللي حسن استماعكو وتمنياتي بالتوفيق